بسم الله الرحمن الرحيم صرح صاحب الصمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود يحفظه الله قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها وأكد سموه حفظه الله أن قمة مجلس التعاون لدول الخريج العربية ستكون بحول الله قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها ترجمة نانسي قنقر